السلام عليكم طلاب الصف التاسع درس اليوم الإجارة ما هي الإجارة؟ تعريفها وعقد بين طرفين يقدم فيه أحدهما للآخر منفعة مشروعة حكمه من العقود المشروعة في الإسلام مثال عليه رسول صلى الله عليه وسلم استأجر رجل في هجراته من مكة إلى المدينة من أهل مكة ما الحكمة من مشروعية الإجارة؟ واحد التيسير على الناس اثنين رفع الحرج والمشقة عنهم ثلاث توفير سبل الرزق والمعاش لهم فالناس يحتاجون بعضهم لبعض للإجارة نوعا إجارة أشياء إجارة أشخاص إجارة الأشياء مثل استئجار المنزل الأرض الزراعية والسيارة للركو هناك شروط للإجارة الأشياء وسوف نطبق عليها مبدأ استئجار المنزل عندنا المؤجر والمستأجر أول شرط الالتزام بما اتفق عليه في العقد يجب أن يلتزم المؤجر والمستأجر بما اتفق عليه في العقد الشرط الثاني تسليم الشيء المأجور للمستأجر يعني في حالة انتهى تأجير البيت يجب تأسليمه لصاحبه ثلاث دفع الأجرى للمؤجر في الوقت المحدد وعدم المماطلة في دفعها اتفق المؤجر والمستأجر أن يدفع الأجرى في أول الشهر فيجب أن يلتزم في هذا الاتفاق وعدم المماطلة أربعة على المستأجر المحافظة على المأجور البيت السكني يجب المحافظة على ما في محتوياته من أبواب شبابيك تدفئة تكييف لآخره خمسة أن لا يستعمل إلا في حدود المنفع المنصوصة عليه في العقد يعني أنا استخدمته للسكن لا يجوز أن أستخدمه لعمل مثلا مشغل خياطة مصنع ألبان لآخره يجب أن أستخدمه في ما اتفقنا عليه اللي هو السكن هذه إجارة الأشياء أما إجارة الأشياء فصورها متعددة منها استئجار العامل الخياط الطبيب الخادم المعلم هذه تسمى صور إجارة شخص وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على سرعة إعطاء الأجير حقه يعني ذهبت إلى طبيب للعلاج أو حضرت الطبيب للعلاج إلى بيتك فيجب إعطائه من مبلغ المالي المتفق الخياط هكذا الخادم كلها هذه أجور أشخاص وكذلك حث الإسلام على عدم الظلم الأجير وعطائه حقه وحث الإسلام أيضا على المعاملة الحسنة هكذا تم شرح الدرس حلة الأسئلة عزيز الطالب أدعو لك التوفيق وأتمنى منك أن تكرر هذا الدعاء في هذه الأيام حتى يحفظك الله من كل سوء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم